الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تحقيق أهداف التكايف المناخي ومواجهة التغير المناخي ممكنة في حالة توفر الإرادة الحقيقية لتحقيق ذلك وأكد أهمية توفر النية الصادقة لتعزيز العمل المناخي وترجمة ما يصدر عن اجتماعات إلى واقع ملموس وخلال كلمته في افتتاح الشق الرئاسي ضمن أعمال قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ شدد الرئيس السيسي على أن العالم بحاجة إلى مواجهة التغيرات المناخية وأثرها وما تسببه من خسائر كبيرة للبشرية وفي كلمته أيضا وجه الرئيس السيسي نداء إلى جميع قادة العالم بضرورة التحرك معا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وإنهاء هذه الأزمة التي ترقي بضلالها على جميع دول العالم وأكد الرئيس السيسي أن اقتصاد الدول نايعانى من تبعات أزمة كورونا والآن يعاني من هذه الحرب وعلى هامش القمة استقبل الرئيس السيسي عددا من زعماء العالم بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل مكران ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني كما استقبل الرئيس السيسي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة سوناك إلى مصر وذلك في أول زيارة خارجية له مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون السنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبدل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تقديره لتنظيم مصر الناجح والمتميز للقمة العالمية للمناخ مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة أعرب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان عن سعادته بالمشاركة في قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ وأعرب رئيس دولة الإمارات في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي عن تمنياته لمصر بالتوفيق في قيادة العمل الجماعي الدولي في مواجهة التغير المناخي الذي أصبح تحديا يستشعر خطره الجميع وأكد بن زايد أن الإمارات ماضية في تنفيذ مبادرات نوعية في التاقة النظيفة معربا عن تطلعه لاستضافة قادة العالم في كوب 28 العام المقبل نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فعاليات ندوة بجامعة النهضة ببني سويف ضمن حزمة من الفعاليات التي ننظمها التنسيقية والتي تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع المواطنين باستطلاع أرائهم وتصوراتهم حول القضايا المقرر ترحوها خلال الجلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية وذلك إضافة إلى عقد عدة سالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات كما استعرضت الندوة فعالية مؤتمر المناخ والتي تصدفها مدينة شرب الشيخ تجرى اليوم انتخابات التجديد النصفي للنكونجرس الأمريكي حيث يختار فيها الأمريكيون كل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 نائباً ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو وحكام 36 ولاية من أصل 50 ويكسف الديمقراطيون جهودهم للحفاظ على سيطراتهم على مجلس النواب والحصول على الغالبية في مجلس الشيوخ لتمرير مشروعات قوانين وخطط الرئيس جو بايدن ودعم سياساته فيما يسعى الجمهوريون بكل قوة للسيطرة على الكونجرس بمجلسه وإسقاط الأجندة التشريعية للرئيس الديمقراطي رفضت كوريا الشمالية اتهام الولايات المتحدة لها بتزويد روسيا بقدائف مدفعية لاستخدمها في عملياتها العسكرية في أوكرانيا ووصفته بأنه لا أساساً له ويأتي الموقف الكوري الشمالي في خضم توطرات متصاعدة حول شبه الجزيرة الكورية بعدما أجرت بيونج يونج سلسلة تجارب صاروخية شملت أحدها إطلاق صاروخ فاليستي رداً على منورات هي الأكبر على الإطلاق للقوات الجوية الأمريكية والكورية الجنوبية نهاية موجز الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يومصر بعد الفاصل